خلينا بما أني برضو اتكلمت على 100 مليون صحة كوحدة من أهم المبادرات اللي تعملت في مصر عشان صحة المصريين ولو عاوز تعرف أهمية مبادرة 100 مليون صحة عايزك ترجع بزهنك 20 سنة لورا وحتى ممكن ترجع لذاكرة السينما المصرية عندما كانت تتحدث عن الفشل الكابدي والالتهاب الكابدي الوبائي فيروسي وتشوف يا ترى هل ترى كان فيه كم فيلم تعمل على هذا المرض واعتبره وكأنه أو هو كان بالفعل مرض مستوطن في أكباد المصريين تتخيل مصر خالية من فيروسي قلتها مرة وقال لك عشر مرات لو الرئيس ما عملش في 8 سنين دول غير أنه طهر أكباد المصريين من فيروسي يبقى ميت فل و14 ما غيره قاعد 30 يلا في إطار مبادرة كلنا واحد بقى وبالمناسبة علشان حضرتك أنا عارف تسمع كلام من هنا كلام من هناك أحيانا بأصد أحيانا من غير أصد أحيانا يخون البعض التعبير على مسألة الأسعار 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 مبادرة كلنا واحد يا فندم من ضمن المبادرات الرئاسية الهامة جداً اللي بتقوم بيها الدخلية عشان استقرار الأسعار استضافت وزاة الدخلية في إطار المبادرة دي شباب وبراعم بشاير الخير وأسرهم ليه؟ علشان يقضوا يوم رياضي وترفيه داخل نادي زباط الشرطة في اسكندرية طيب إيه اليوم ده بقى؟ خلونا نسأل زميلنا الأستاذ فتحي سليمان رئيس قسم الحوادث بموقع القاهرة 24 زاك يا أستاذ؟ حضرتك تشغيل عامل إيه كله تمام؟ إن شاء آه بص بقى يا فتحي الخط عمال يقطع ورايح جاي والنبي يا شيخ لا تقف في حتة فيها شبكة كده وتبقى الشبكة قوية تشعبط على البرج نفسه يا فتحي حاضر تمام كده؟ حضر لك الخير يا سيدي حلو زي الفل احكي لي بقى اليوم كان عامل إزاي؟ تمام النهاردة وزارة الدخولية حضرتك عارس وقدرت كلنا واحد اللي عملتها الوزارة تحت رئيس عمت بتاح السيسي من فترة كثيرة ووصلت في مراحلها أكثر من 18 و20 مرحلة ده دور مجتمعي بتقول بيه وزارة الدخلية في ضمن منظومة العمل الأمني لتقديم الرعاية الإنسانية أو الاجتماعية وكسب طبعا من الرعاية المختلفة للمواطنين وزارة الدخلية دي مش أول مرة عملت يوم رياضي قبل كده لسكان الأسمرات والنهاردة بشير خير في اسكندرية ده يوم بتتوجهه وزارة الدخلية الدعوة للمواطنين للبراعم والشباب علشان يقضي يوم ترفيه في أنديق الشرطة أو في أماكن الشرطة المختلفة الأماكن الترفيهية في إطار حرص وزارة الدخلية طبعا على التقاصل المجتمعي مع المواطنين والمجتمعات العمرانية الجديدة للتواصل وده بيرسخ دور الأمني وكمان بيرسخ دور رجال الأمن في الاجتماعي ودورهم الإنساني في المقام الأول صحيح في طبعا مدية اتحاد الشرطة الرياضي وحضرتك عارف طبعا الأصفال والشباب اللي هما انتقلوا من الأماكن اللي كانت عشوائية إلى الأماكن الحضرية الجديدة زي بشير الخير السكندرية وزي الأسمرات وزي أماكن الراضي السيدة كذا مكان يعني وما أثرها الأماكن دي بتحتاج موظفات الدولة دايما تؤكد وترسخ الدور المجتمع والإنساني معهم والتواصل بشكل مباشر من كافة الجهات علشان النقلة الحضرية اللي حصلت للأماكن دي صحيح صحيح وده دور مهم زي ما انت قلت بالضبط يا فتح غين أول اشترك أشكرك زمنا العزيز فتحي سليمان رئيس قسم الحوادث بموقع القرار 24 الدور ده دور مهم جدا لأنه بيثبت وبيرسخ وبيكرس لصورة إنسانية رائعة لرجل الأمن في نفوس الصغار والشباب وده حاجة مهمة جدا وده اللي بتقوم بيه الدخلية يعني ما هواش مجرد التكريس مثلا بتاع موضوع في كتاب القراءة لا صورة حية